صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئيا كده عايز اشوف طقطك. طيب اه هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص ضدها. ومركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن ممكن يكون هو صاحب العشر سيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه او انك اا او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخانوا كتير او بتتعاركوا كتير مسلا. اا في بنك واختلافات. اا زي ستاري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخد عشر سيوف. هو اخد كمان تلاتة هنا. اا ممكن يكون عايز ينسح بشوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. اا بس يرجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. اا لكنه مهتم مهتم ان هو الفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة اا صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مشوية اخد باله منك بس هو بيرقبك. وام ممكن يكون هذا الشخص. انا بس عاشوف حاجة واحدة. اتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرتلي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز اعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي. اه هو زعلان منك بالكوين والكينج. زهرت كده يا برج الحمل. انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك. اا بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا. اا ممكن تكون سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسيب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولويتك. وسيب هو. سيب العلاقة كلها كده. تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتم يهتمش. عايز يهتم ما تهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك. اا او اطمن عليك كل شوية. لأ. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكون في علاقة. اا اصل فور افوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مثلا. فممكن يكون الشخص ده. هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرض حب. ولكن. ولكن. هو حاليا شايفك ان انت مش بصصله اصلا. ليه كمان? هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. اا اا هو شايفك كمان كوين اوف كابس. شايفك بائس. واما شخص يائس من الحب. ويائس من انت مسك كبايتك ومش هسديه لحد. بس مسك الكوباية. وحالس بالله ما هتديل حد الكوباة. او مسك الكوباية ومش عايز تسيبها. اا مش عايز تديهله. يعني انت مسك كبايتك بص ومش عايز تديلي الكوباية. وبو بيقولك هاد الكوباية. طب هاد الكوباية طب نبدا للكوباية. يعني انا اتديت كوبايته وانت تديني ايه كوبايتك? انت تقول له لا يا عم. انا اديت كوبايتها لحد قبلك. تخذها وطار. انت مجروح قوي مش منه ممكن تكون مجروح عموما من علاقات صديقة مش بقولك شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل ملل بتفكر عبال ما تديره كوباية مليون سنة قدام يعني عبال ما تفكر انك بص انا بقولك اهو انا قلتها لك قبل ما ازهر الورقة عبال ما تفكر يا برج الحمل انك تسلم الكوباية دي ليه وتجيله على الحصان وتتحرك دي واحد عادة على قرسي مش رادي تتحرك عبال ما تبقى تجيب الحصان من الاستابل وتاخد الكوباية وتروح تقوله اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدام يكون الشخص دي اتجاوز وعنده دلوقتي رمي وياسين او البنت دي اتجاوزت وعندها تلاتين دلوقتي فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم شايفك مكتئب لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات وكتئب مش لطيف شايفك ان انت باقس من الحب عشان كده او زعلام منك شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتمة باعمالك عنه ما اخترتوش هو اخترت شغلك هو شايف كده شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك هو مختارك لذلك هو مكرر انه خلاص بأ ده من انت قمان مش مهتمة انا قمان مش ههتم اهتم بيك لايه? انت مش مهتم انت لو مهتم ما كنت عرفت فالشخص ده يعني هو برج هوائي اعتقد ممكن يكون برج الدلو. بص الكارتين دول كمان هو ده كمان بيارمز برج الدلو. الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيتامي بيك هيوقف. ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادل من انت مش عايز تديره كوباية. مش عايز لي مش عايز تديره كوباية انت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. اه خلاص بقى هو تعب. هو زر الشخص ده انا بقول لك انت اه في علاقة اه كنت في علاقة صداقة طويلة. لي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهذا الشخص آآ بدأ ينجذب لي كل فترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب عدوين تقول له يا عم. انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يعني. فهو مشاعره اه 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 ما اه بداخله ما بداخله الان انه هو عايز انهي هزي العلاقة. مش عايز ياخد خطوة يعني خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. اه اللي هيزهره ليك. اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك اه ممكن ممكن ينزل بوستات على الفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك اعطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين خبطتوا ببعض. مسلا هو قال لك لاب انت مش عايزني تقول له مسلا انت بسيب نفكر. تبتزا فسبق ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. اه من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهروا ليك هيزهر ان هو محتاجك وعايزك. وهو فعلا محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. هيزهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. الشخص ده على فكرة عايز اقول لك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. اه كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتعامل مع مين. اه الشخص ده عنده متعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. اه يعني انا احيانا لا لا احبب التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? اه لما انت ما بيبقاش معاه حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزنة وكقابة وبيبقى ماشي كده عم زي بتاية بص مجروحة. وحياته زفت. ومش تاقي الناس ومش تاقي الشغل ومش تاقي حتى عيش يوم التلاتة. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك انه هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بيجاتب رك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوباء لانك خايف من علاقات سابقة مثلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. وتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مثلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. او عايز ينهي الموضوع. بس هو حاسس بخساره. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع. فهو حاسس بانه هيخسارك. هو مش عايز يخسارك. مش عايز يخسارك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما يقوله. اا مش عارف ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط اا غريب جدا. ان هو شايفك ان انت اا ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. ان جنتي خلاص وصلت. ان كنت مش معايا ومديني ضهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هو خد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متقلم. اا بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحض برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديرك بقى. لازم اوصلوا اعرف برج الحمل. مش عايز يدي كوبالي للشخص اللي بحبه. لماذا? بص 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 يا نهار اه برج الحمل اا الورق طار. طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديري كوبالي. بس اعتقد ان انت اا مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يا انا اعرف. والله لان اعرف انت عي مش عايز بس اعرف. بس اعرف. شو بقى برج الحمل مش عايز يدي كوبالي. اه انت بتخاف من الحب ولا ايه عم برج الحمل? انت عايز تديري كوبالي اهو? انت خايف. انت بتعمل مع حد برج جوزاء او صول ميد ده صول ميد يا برج الحمل ما تخافش. طب خلينا نشوف تاني. لماذا لا تريد انك تديري كوباية? الله 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 لا. طب انت ماذا تديري كوباية اهو? تضحك علينا بقى ولا ايه عم برج الحمل? ده انت ده ايه ده انت بتحبه قوي على فكرة? انت منجذب له جدا بتحبه قوي. بس انت انت مستعد ان انت تديري الكوباية بالفعل. انت ممكن تكون مسلمه الكوباية بالفعل. بس مش مهتم بيه. اه انت انت بتحبه بالفعل وفي العلاقة. اه بس هو شاعر هو بقى اللي شايف تقريبا ان انت مش متديري الكوباية اللي هو عايزه. هو عايز كوباية تانية. انت سلمت الكوباية. بس هو عايزك تهتم. تتكلم معاه. تخرج معاه. تهتمي بيه. انو شايفك انت مش مهتمي بيه. بقى المسألة دي مسألة اهتمام. هو شعر بانه مش مش مالكك قوي. يعني مسلا ما انتش معه قوي. ما انتش حبيبه قوي مسلا. احدوني قوي حسسني بيك. اه ده انت انت بتحبه قوي. انت مسلمه حياتك كلها يا عم. بتحبه قوي ده احسن كرتين دول عندي انا بالتعديد. وهو كمان على فكرة طب تعال نشوف بقى هو بقى خافي مشاعره. احنا هنعرف مشاعره دلوقتي. عايزين نعرف مشاعر الشخص ده ايه? اتجاهك. هنعرف يا انا هنعرف برضو هو كمان هنعرف له مش عالوقت. بص هو هو معجب بيك قوي وهو كمان عايز يديك كوباية بس عايز يديك الشخص ده على فكرة يا برج الحمل ممكن يكون اه انا مش عايزة قالب القصة ضده بقى لان كده بدأنا نعلم بالقصة ضده. خلينا شوف خلينا نشوف طيب هو صادق معك ديه اللي هتأكد منها وممكن اعلي بقصة لعبك. صادق صادق جدا كمان جدا. طيب بص يا برج الحمل هذا الشخص مشاعره الشخص ده حاجة من الاتنين يعني. يا ما هو فعلا بيحبك ولكن هو مش متأكد منك. او انه شاعر بانك مهتم بشيء اخر عنه. فهو زي ما يكون بيعمل احتياطاته. بمعنى لو انت مش عايزني فانا همشي. هاخد بعضي وامشي. هو عنده استعادته ان يمشيه في النقطة واحدة بس لم يتأكد ان انت مش عايزه. هو حاسس بان انت مش عايزه. او مش مهتم به. مش ميديله الاهتمام اللي هو بدور عليه. هذا الشخص بيحب الاهتمان. بيحب الكلمة الحلوة. بيحب زي ما يعني يحب الانسان اللي معاي يحسسه دايما ان هو موجود حواليه. فانت زي انا شايف ان انت بتحبه. فخلاص بقى تديله الاهتمام بقى هو شايفك ان انت مسك الكوباية لوحدك. يعني ايه كلام ده? يعني مرة بتديله الكوباية ومرة لأ. والاخر. انت بتحبه بس مرة بتحسسه ان انت بتحبه. ومرة بتحسسه ان انت عادي عنده. او مش مشكلة فهو بيفتقدك في النقطة دي لكن مفيش مشكلة صريحة اقدر احط ايدي عليها بصراحة في القراءة دي يعني مقدرش اقولك انه بيخونك او مقدرش اقولك انه هو شخص بيلعب بيك هو مش بيلعب بيك بس هو شخص اه ما بيحبش اللفه الدوره هو شاعر بانك بتلفه الدور او قاعد في حتة لوحدك ومش عايز تدي له الكوباية دي كوباية ايه بقى مثلا ممكن تكون كوباية الاهتمام كوباية مسلا انك تسأل عليه لانو شايفك ان انت مهتم باعمالك فشوف انت يعني مش عايز اقول ايه يعني ايه اللي نقص في العلاق فيه طبخة بطبقى نقصة ملح فيه طبخة بطبقى نقصة في الفلسفود مسلا شوف انت بقى اللي نقص يعني طب خلينا نشوف العزاب جايلهم ايه انتو جايلكم حد من الماضي ممكن اا يحد من الماضي يحد بيرائبكو عالسوشيال ميديا اا وهذا الشخص اا في حاجة حلوة قوي فيه هزا الشخص هلو بكري ان شاء اده بيرائبك عالسوشيال ميديا جد في حد اا عالسوشيال ميديا اا بيرائب هو بيرائب مجموعة ناس بصراحة وشكله عايز يرتبط ويدخل في علاقة وزي ما يكون لقى الكوباية اللي هو بيدور عليها عندك انت شخص دا عينه عليك انت ومش راضي باي كوباية تانية غيرك انت فهو يجيلك تقريبا وهيكلمك هيصرحك بمشاعره اهو دا هو اهو دا حد من الماضي خلاص كده عرفت حد من الماضي دا الوراتين دولتارو حد من الماضي هيكلمك تاني بيرائبك ودي بتسعين في المية حد من الماضي هيرائبك هزا الشخص وبيرائبك وحاليا وهيجي يقول لك مساء الخير انا عايز ارجع لك انا بحبك وعايز ارجع لك فشوف انت هتامل ايه بقى برج الحمل بس هزا الشخص على فكرة بيرائبك جامد قوي 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 وبيفكر فيك قوي ومش عايز حاجة غير ان هو يقدم لك الكوباية تانية شكرا يا برج الحمل ويرب بكون القراءة عجبتك